وتعالوا دلوقتي نعمل اللودد بوتايتوس ندخل دي الفرن الأول ونعمل مع بعض الخلطة إذن البطاطس وانس طلعت من الفرن اللي حنتبلها ونحضرها دلوقتي كده كده منقوم حطين عليها الآتي ناخد فاصولة حمرة فاصولة حمرة من المكونات المكسيكية الشهية واللي بتدينا كمان يعني مشبعة وفيها بقولوا فوايد بتصفي الكلا سبحان الله شكلها زي الكلا كده كده فبقولوا زي بيقولوا صنعين الجمل للزكاء زي شكل المخ برضو دي بقولوا للكلا مهم نطعمها كمان حل دي معلبة أنا غسلها ومصفيها الفراخ اللي حمرناها بالأول ودلوقتي هنحط جبنة كتير وندخلها الفرن أنا عندي هنا الجبنة كان فيه طبقة جبنة تاني وراي بصوا هنا هنغرقها بالجبنة كده عشان اسمح لودد مليانة يعني حاطين لودز أوف تشيز إلى الفرن مجرد جبنة تسيح حل وتطلع نكمل باقي الخطوات إذا نحن ممكن نعمل الخطوة دي قبل ما الناس تيجي وندخلها بس الجبنة تتحمل هيا بنا نظف حوالينا بس أني فرن هنروح هنا برضو تحت الشوية إلى الفرن ونفس الثانية اللي هنحمل فيها هي البطاطس هي اللي هنقدم فيها كمان دي اللازازة أنا هحط هنا الشوية نتأكد هنا إنه إحنا في الشوية كنترول جبنا تسيح بس مش تتحرق طيب إذا نريد أن نتاب البطاطس البطاطس بقشرها مغسولة لما ناخد البطاطس بقشرها لازم نشير التراب عنها كويس جدا يقال إنه القشر فيه فوائد عالية وبيساعد فيه ألياف بساعدة على الهضم بس منقلق إنه مايبقاش نديف منننظفه كويس ومننقعها بمية عشان ما تسودش لو مش هنشتغل بيها على طول فحصفيها وبعدين هناخد سنية الفرن اللي كده كده إحنا هندخلها فيها ونقدمها فيها أنا عندي الكاست آيرن اللي هي حديد الزهر اللي انت شفتوها أنا منعشاقها يمكن كل ما قابل حد في أي مجال يقول لي أنت اللي علمتنا الكاست آيرن أنت اللي ورتنا بتستخدم إزاي لسه مقبل يوم الجمعة ناس قالوا لي أحلى ستيك تغير الطبخ في مطبخنا من طاست حديد الزهر فأنا بحباها بس قدر استخدم عادي الإزاز البايركس هحط هنا البطاطس وهحط لها برضو نسبة من الزيت علشان يلزق عليها تعالي أخد الدرة ما استخدمناهوش خالص النهاردة أهو لورو زيت الدرة هنحط زيت ونبتدي ندي الملح وبهارات الكيجن الخلطة المكسيكية وعدتكم النهاردة مش هنستخدم مكونات مختلفة ولا بهارات مختلفة بصوا نفس البهارات اللي عندنا اهو بهارات الكيجن ورشة الملح شو محتاجين فلت الأسود هنا احنا بقلنا كتير بنعمل حلويات في ميز شو الأسبوع ده وحشنا الحوادق الكنترول فكروني بالفرن بس بدري شوية ولا يا الكنترول تعالي نشوف بدري ولا مش بدري لو لا يبتدي التسيح أهي هنديها كمان دقيقة اتفقنا هنعمل ايه هنتبلها بس كده نقلبها حطينا اذا ملح وزيت وبهارات الكيجن بس وإلى الفرن رح الفرن التاني تاخد تقريبا 30 دقيقة لحد ما تلاقوها استويته بقت طرية تعالوا نطلع دي من الفرن خلاص بسم الله بصوا اللي جيبنا ساحة ازاي والفراخ والبطاطس خطيرة هنعمل ايه دلوقتي هناخد طماطم بصوا هنرش كده طماطم فراش انا شايلة البزر منها عشان ما تنزلش مية وحنحط كمان بصل اخضر هي هي نفس المكونات البصل الاخضر هزود شوية فاصولية كمان عشان تبقى زهرة والبصل وحنحط في النص برضو ساور كريم دولب كده نحب احط الجزء الاخضر من البصل الاخضر كمان الجزء الابيض ليه طعم والاخضر بيبقى فراش اكتر كده الفلفل الحرق ممكن تضيفه هلابينيو تعال نشوف الهلابينيو مع بعض او الفراش بس الهلابينيو فيه طعم مخلل يبقى فيه كده أسيديتي لمون شوية فبتضيف تكستر وليفل تانية من الفليبر فحط الهلابينيو شايفين الوانها مبهجة ازاي لذيذة جدا بصوا هنعمل ايه دلوقتي دلوقتي هنوزع الساور كريم هنا وهنا عشان هي اصلا هيكلوها بنحط زي ممكن نحط شوك بلاستيك او حاجات لك توشير وحاخد واحدة من الافوغادو هاتوا بس اشيل الجلافز بصوا هنعمل ايه هنا الافوغادو هنحطه شرايح هاخد واحدة من الافوغادو نفتحها انتظروا هحط الافوغادو ونخلص طبق ده ونطلع فاصل عشان نرجع نعمل الاتشيز اللي هي صوص اللي هنقدمه مع بواقي الناتشوز اللي قلناها بزيت لورو ديب فراينج وسو هاخده كده وقلبها الناحية التانية وبالسكينة اعمل شرايح كده وناخدها كلها كده ونحطها هنا ايه رأيكم لذيذة تمام هناخد دلوقتي كسبرة خضرة ونوزعها ورق الكسبرة الخضرة نوزعه من احلى السناكس اللي هتاكلوها بالبطاطس ابر يعني اوعدكم من الحاجات اللي طعماها متوازن ما بين الكريمنس والبطاطس والسبايسينس وكل البهارات دي ممكن ناخد رشة من الكيجن سبيسيز كده على السابر كريم ووالا لودت بوتيتوز سهلة جدا كل المكونات وان شوپنج نفس الباسكت طلعت لنا حاجات كتير نطلع فاصل ونرجع نعمل سوس الجبنة ونقدم الناتشوز بطريقة اللي نستنم موسيقى 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 اشتركوا في القناة